السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع بالعشرون من شهر آذار هل نقلتم ما أخذناه في الحصة السابقة على دفاتركم؟ نعم أحسنتم والآن من يريد أن يقرأ الدرس؟ أسناني السليمة مسح أنس الغبار عن مصباح قديم خرج منه مارد وقال له ماذا تتمنى يا أنس؟ قال أنس أتمنى أن تختفي فراش الأسنان فأنا لا أحب تنظيف أسناني قال المارد أمرك يا سيدي كم كانت فرحة أنس حين اختفت فرشاته لكنه بعد أيام أحس بألم في أسنانه استحبه والده إلى طبيب الأسنان أخبره الطبيب أن أهالي الحي أيضا يعانون آلاما في أسنانهم ندم أنس وأسرع إلى المصباح وطلب إلى المارد أن يعيد فراشي الأسنان ووعده بتنظيف أسنانه يوميا والآن لنبدأ بحل التدريبات من يقرأ القول الأول؟ تفضل أحسنت ماذا تتمنى يا أنس؟ والقول الثاني يا ثالث أمرك يا سيدي أحسنت والآن التدريب الثاني من يريد أن يقرأ الجملة منتبها إلى الحرف الملون؟ يعاني أهالي الحي آلاما في أسنانهم نعم إن الحرف الملونة هو ألف المد وهي عبارة عن ألف قطع ثم همزة القطع ثم همزة الوصل وندمجهما سويا ليعطونا ألف المد والآن من يختار المعنى المناسب للكلمة الملونة؟ أحس أنسا بألم في أسنانه أحس بمعنى شعر أحسنتم استحبه والده إلى طبيب الأسنان ما معنى كلمة استحبه؟ رافقه أحسنتم والآن الجملة الأخيرة يعيد المارد فراش الأسنان ما معنى كلمة يعيد؟ يرجع أحسنتم والآن تأكدوا من حلكم أحسنتم التدريب الرابع لنصل الكلمة في العامود الأول بما يناسبها في العامود الثاني فراشي الأسنان أهالي الحي مارد المصباح نعم أحسنتم تأكدوا من حلكم التدريب الخامس املأ الفراغ بالكلمات المناسبة تمنى خليل أن تمشي أن تتحقق أحلامه تتحقق أحسنتم وعدت هالة أمها أن تنظف أن تصافح البيت يوميا تنظف أحسنتم أراد محمد أن يسلم على أصحابه أن كما قلنا سابقا حرف نص والفعل الذي يأتي بعدها هو فعل مضارع منصوبا بالفتحة أن تتحقق أن تنظف أن يسلم التدريب السادس لنكمل على نمط المثال مصباح مصابيح كلمة مصباح هي اسم مفرد وكلمة مصابيح جمع تكسير مفتاح نعم أحسنتم مفاتيح مسمار مزامير مزمار مزامير أحسنتم تأكدوا من حلكم والآن التدريب السابع لنملأ الفراغ على نمط المثال رتب كتبه يرتب كتبه ما الفرق بين الكلمتان المكتوبتان باللون؟ الأحمر رتب فعل ماضي يرتب فعل مضارع هل مذكور من رتب؟ لا إذن هذا فعل ماضي مبني للمجهول أيضا عندما حولنا الفعل الماضي لفعل مضارع أصبح فعل مضارع مبني للمجهول رتب كتبه يرتب كتبه نظف أسنانه ينظف أسنانه درس طلابه يدرس طلابه قلم أظافره قلم أظافره يقلم أظافره إذن يرتب كتبه أسنانه وأيضا طفلان مهذبان أولاد مفكرون ورجال المستقبل هؤلاء جمال الأربع لنحلهم سويا أنتما وأنتم من الضمائر المخاطبة صح؟ أحسنتم إذن من يذكر لي الضمائر؟ أنت أنت أنتما وأنتم وأنتن أحسنتم أنتما عاملان مخلصان أنتما طفلان مهذبان لأنهما شخصان أنتم أولاد مفكرون وأنتم رجال المستقبل عزيزي لا تنسى أن تكتب ما أخذناه في كتابك شكرا لحسن استماعكم